كان زعيمنا الخالد ياسر عرفات رحمه الله يقول إن هذا العام هو أصعب الأوام وهذا عام كان في كل سنة يسمي العام باسمه هذا إلى آخره لكن أن تكون علاقاتنا الداخلية بهذه المأساة أن يكون علاقاتنا الأخوية والأهلاقية بهذه الحدة وهذه الطريقة التي لم نكن نعرفها في زمن ياسر عرفات رحمه الله أن تكون علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي مهزوزة إلى هذا الحد وأن يتكالب علينا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لتبنوا أفكار نتنياهو ونحن كأننا جثث مشلولة